بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي أهلا وسهلا بكم معكم ستر عمري مديان إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح لسون سريف كونسبت سريف وان الكنسة ده بيكلم على اللي هي الأنظمة بتاع الأرض والانتراكشنز أو اللي هي التداخلات اللي بتحصل ما بينها اللي احنا قلنا عنهم الجيوسفير والاتموسفير والبايوسفير والهايدروسفير وفي lesson 2 كنت أخذنا إن زي نعمل classification للorganisms أو non-living sinks ونحطها طبع اللي هو السفير أو السيستم الخاص بها برضو lesson 3 تقريبا يعني هيقرر نفس الكلام مع زيادة طبعا بعض الانتراكشنز الجديدة أو اللي هي بعض الكمبوننس الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي أهلا وسهلا بكم معكم ستر عمري مديان إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح لسون سريف كونسبت سريف وان والكونسبت ده يتكلم على اللي هي الأنظمة بتاع الأرض والانتراكشنز أو اللي هي التداخلات اللي بتحصلنا بينها اللي احنا قلنا عنهم الجيوسفير والاتموسفير والبايوسفير والهايدروسفير وفي lesson 2 كنت أخذنا إن زي نعمل classification للorganisms أو non-living things ونحطها طبعا اللي هو السفير أو السيستم الخاص بيها برضو lesson 3 تقريبا يعني هيقرر نفس الكلام مع زيادة طبعا بعض الانتراكشنز الجديدة أو اللي هي بعض الكمبوننس الجديدة أول حاجة هنتكلم عنها إن شاء الله الجيوسفير اللي هو الوصف بتاعه وتعريفه كل طبقات ماشي طبقات يعني حاجات فوق بعضها طبقات مين الأرض مين هم عندي اللي هو الثلاث طبقات أو اللي هو في طبقة فيهم متقسمة لجزء خاري وجزء داخل لكن نقولهم بالترتيب حيث أنه ممكن يجيب لي سؤال arrange أو ممكن يجيب لي سؤال بيعتمد على فهمك لترتيب الطبقات طب إيه هي طبقات الأرض أول طبقة عندي crust crust اللي هي القشرة ماشي اللي بأنه على القشرة الأرضية ودي اللي موجود عليها تقريبا كل الكائمات الحية والأشياء اللي غير حية اللي احنا ماشيين عليها في بعدها طبقة اللي هي تحتها شوية اسمها طبقة منتل منتل اللي هو الوشاح تمام؟ وخلي بالك أولاد هتلاحظوا إن الطبقة اللي هي الصمك بتاعها صغير مقارنة بمين بالمنتل؟ المنتل الصمك بتاعها أكبر يعني كيلو مترات تحت الأرض أكتر في هنا أوتر كور وإنر كور كور اللي هو حاجة بيطلق عليها يا أولاد اللوب اللوب يعني قلب الحاجة تمام؟ في أوتر كور وإنر كور اللي هو اللوب الخاري وفي اللوب الداخلي وده الترتيب مفتاعة طبقات الأرض crust mental outer core and inner core يبقى دي كلها layers of the earth هنا بيقول زي ويرد جايو مينز ايرس عشان كنا نقول جايو سفير اللي هو الغلاف الأرضي تمام؟ بيقول زي السيستم اللي هو الجايو سفير كونتين راكس اللي هي الصخور minerals اللي هي معادن المعادن دي بتبقى متفونة في القشرة الأرضية وبيتم استخراجها كمان ممكن من الجبال أو غيره soil اللي هي التربة تمام؟ سواء التربة اللي احنا بنعيش عليها أو اللي بنزرع فيها يعني بمعنى أصح فيه حاجة اسمها land forms اللي هي التضاريس التضاريس يعني الحاجات اللي هي بتبقى برزة من الأرض في الغالب زي mountains اللي هي الجبال valley اللي هو الوديان والوديان ده بيبقى اللي هو مكان ما بين جبالين تمام؟ طبعاً اللي هي موجود في social status اللي هي الدراسات الاجتماعية وفيه molten rocks inside the earth اللي هي معادن زائبة داخل الأرض زي اللي هو عنصر الحديد اللي هو ال iron وكمان اللي هو ال nickel دول أشهر عناصر أو أشهر اللي هي حاجات زائبة يعني كمان زائد الصخور واللول اللي بتطلع على هيئة براكيلبة فيه معادن زائبة وكمان فيه صخور زائبة داخل الأرض تاني حاجة hydrosphere ده الغلاف المائي قالت the system that includes all the water on, under or above the earth ده بيشمل كل المياه اللي موجودة اللي هي على أو تحت أو فوق اللي هو سطح البحر أي مياه وتعتبر اللي هي متنثلة في اللي هي الhydrosphere تمام the word hydro means water طب السيستم ده ايه؟ في الووتربادز اللي احنا اتكلمنا عنها في lesson 1 زي ال oceans اللي فيها salt water seas برضه salt water rivers fresh water وكمان ground water اللي هو بيمشي فيه طبق يعني موجود تحت سطح الأرض لو تفتكروا water poders اللي هي oceans واللي lakes الفحيرات هنتكلم عنها الأرض تاني ان شاء الله rivers estuary وفيه كمان حاجة اسمها runoff and ground water قالنا the water that lies beneath or under the earth's surface تحت سطح اللي هو الأرض وده اللي هو الhydrosphere بعد كده نخش على two notes مهمين جدا فيه هنا حاجة اولاد عندي اسمها النهر الجليدي اللي هو اسمه glacier قال لي ايه تعريف الجليشر او النهر الجليدي قال لي large sheet of ice or snow اللي هو قطعة كبيرة من اللي هو التلج او الجليد that move slowly over the earth's surface اللي هي بتتحرك ببطء اعلى اللي هو سطح الأرض تمام؟ طيب ايه الفرق ما بين كلمة ice وكلمة snow الايس اللي هو التلج قال لي is a frozen form هو شكل متجمد of a water that is formed naturally طبيعا and artificially اللي هو صناعيا يعني دي مية المية دي جمدت بسبب ان فيه برودة عالية جدا في الطبيعة او ان انت حطيت شوية مية في الفريزر فحواتها للايس انما السنو اللي هو الجليد is a frozen form of earth's atmospheric vapor يعني اللي هو water vapor اللي هو بخار الماء اللي موجود في الجو تمام؟ طبعا هيتكسف ليه اللي هو water سيحصل له عملية condensation وبعد كده نتيجة يحصل له اللي هو يتحول له snow وعلى فكرة احنا منلاحز ان الجليد في الغالب بيكون اللي هو صلب شوية عن اللي هو snow اللي سنو بيبقى اللي هو نعم شوية اللي احنا منشوفه في الجبال اللي هي في القطب الشمالي او الجنوبي او هكذا تمام؟ يبقى ده بيبقى frozen form of water انما هنا frozen form of atmospheric vapor من اللي هو البخار اللي موجود في الهواء وده فرق برضه يعني مهم ان احنا نبقى عارفينه ما بين الفرق من الجلد الجليد و اللي هو التلج او التلج والجليد كمان بيقول لي ان الهايدروسفير includes another system اللي هو موجود في النظام اخر known as cryosphere اللي هو الغلاف الجليدي تمام؟ يعني الهايدروسفير ده حاجة كبيرة اللي هو الغلاف المائي جواه حاجة اسمها cryosphere which means the frozen water on earth اللي هو الماء المسلج او الماء المجمد على سطح الارض احاوز يوريك انها ممكن يبقى دي او القطع من التلج هنا ممكن تبقى نزلة شوية ممكن تبقى موجودة في اقمم الجبال على حسب المهم ده كله بيقول عليه اللي هو cryosphere ممكن يقول لك ايه the frozen water on earth write sound factor made up adamine ده اللي هو cryosphere اللي هو الغلاف الجليدي تمام؟ نخش بعد كده على اللي هو السيستم الثالث هنا بيتكلم على الاتموسفير ماشي؟ الاتموسفير اللي هو الغلاف الجوي تمام؟ the atmosphere is usually called air بيطلق عليه اللي هو الهوى طيب the air or atmosphere is a mixture of many kinds of gases طبعا غازات كتيرة اشهرها الاكسوجين اللي احنا بنستخدمه في عملية respiration اللي هي عملية التنفس كمان نستخدمه في عملية burning او combustion اللي هي عملية الحرقة تمام؟ carbon dioxide ده طبعا الناتج اللي بيخرج من respiration و بيخرج من combustion يعني احنا بنستخدم عشان نتم من العمليتين دول respiration و burning او او اكسوجين واللي بينتج منهم اللي بيحصل له produced او بيخرج منهم هو carbon dioxide وكما ان الكاربون داكسايد بيحصل له في عملية الفوتو سينسيس بروسيز لعملية البناء الضوئي تمام دي عملية منفصلة النبات زي وزي اي كائن لما بيتنفس بياخد الاكسجين ويطلع كاربون داكسايد لكن ربنا خص النبات في وجود الضوء انه ممكن يعمل عملية جنب الريسبريشن اسمها فوتو سينسيس عن طريق انه ياخد الكاربون داكسايد ويطلع لنا مين اللي هو غاز الاكسجين وفيه غاز طبعا احنا مش بنتنفسه لكنه مهم فيه حاجات تانية اللي هو النيتروجين جاز اخر سيستم من الـ 4 main system of the earth البيوسفير اللي هو الغلافي الحيوي وحيوي جاء من كلمة living organism او كائنات حية قالت the system that includes all living organisms on the earth the word bio اللي هي means life حتى في علم الاحياء اولاد قلنا اسمه biology اللي انت بتدرس اللي هو اللوجي اللي هو علم او biology تمام عشان في بعض الحاجات تبقى biology هو المقطع بتاع الكلمة علم ماشي يبقى biology علم الاحياء دي برضو معلومة مهم طب البيوسفير ده في مين؟ في الهيومان والانيمال والبلانس وكمان لو تفتكروا قلنا كان فيه الـ micro organisms اللي هي الكائنات الدقيقة اللي احنا مش بنشوفها زي البكتيريا زي الانيبة او غيره تمام؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على الـ 4 main systems تعالوا منشوف بعض الـ interactions between اللي هي systems وبعضها هنا العنوان الثاني معي بيقولي earth systems interact اللي هو تدخل او تفاعل اجهزة او انظمة الارض هنا hydrosphere interacts with geosphere اللي هو الغلاف المائي بيتفاعل مع الغلاف الارضي ازاي؟ طبعا المرة اللي فاتت لما خدنا erosion of rocks by water اللي هو التعريق او تآكل الصخور بالمية كنا قلنا ان المية او الرياح او درجة الحرارة بتعمل حاجة الاول اسمها weathering اللي هي التجوية معناها ان هي تفتت الصخور من اجزاء كبيرة لـ small particles بعد كده ديجي دور الـ water او الـ wind اللي هي الرياح بان هي تقدر تشيل الـ small particles دي وتنقلها من مكان لتاني لاخر يعني تمام؟ بس احنا هنا بنتكلم hydro مع الجيو الـ hydro متمثل في الـ water اللي هي بتعمل origin للجيو اللي متمثلة في الـ rocks تاني حاجة formation of lakes اللي هو تكون البحيرات وقلنا هي البحيرة اساساً يعني بيبقى في هنا water لكن اللي حواليها بيكون اللي هو يابسة او اللي هي الارض وادي الليكت من لسن 1 it's water body that's surrounded by a land تمام؟ يبقى هنا الـ water hydrosphere والـ land geosphere وهنرجع تاني لمعلومة النوع المية اللي موجودة فيها ان شاء الله تمام؟ بعد كده عندي 2 interactions اللي هم علاقة بعملية photo synthesis process اللي هي عملية البناء الضوي هنا atmosphere اللي هو الغلاف الجوي interacts with biosphere بيتفغخل مع الغلاف الحيوي يمكن احنا شرحناها من شوية قلنا during photo synthesis process خلال عملية البناء الضوي not respiration مش التنفس plants taken يعني بتاخد الغاز اللي هو اسمه carbon dioxide gas بتاخده منين؟ من air وفي النهاية تروح اوزا ما احنا شايفين and give out وانهي بتعطيني برضو مين؟ اللي هو oxygen gas to air هو برضو طالع للهوا يبقى من الهوا للهوا بس من اللي كان الحالة في النص؟ اللي هو plant من الهوا للهوا يبقى atmosphere plant في النص هو يبقى biosphere يبقى ده example for interaction of atmosphere with biosphere آخر بيقول لي geosphere interact with biosphere الغلاف الارضي بيتفاعل مع الغلاف الحيوي during photo synthesis process هنا عندي اللي هو بايو سفير متمثلة في plant او بالاخص اللي هي roots بتاعه لانه ده طبعا طالما شيء بيانمو يبقى living organism او جزء من living organism متمثل في مين هو الجيو سفير متمثلة عندي في soil اللي هي الطربة بتعمل اي الطربة اللي بتغزي النبات بنيوتريانس يبقى soil provide nutrients اللي هي بتزود المغزيات لمين for plant roots ليه جزور النبات soil هي والplant roots او plant نفسه يعتبر هو بايو سفير يبقى احنا خدنا كده امثلة على some interactions between different spheres أو system of the earth والphenomenon اللي هي الظاهرة اللي بتاحدث تمام خلي بالكو هنا في جملة صغيرة وبرغم ان الجملة دي صغيرة لكن لها عمق كبير جدا بيقول there is an exchange exchange يعني اللي هو تبديل او تغيير او changing تغير of energy and matter in each تغير تغير في اشكال للطاقة وكمان للمواد في كل ظاهرة ازاي ده تعالى ما نشوف كده امثلة بسيطة خلينا نتكلم على الاكستشانج of energy لانه هو الاقرب ليد دراستنا وطبعا ده احنا شوفناه في ان احنا بتتحول light energy اللي هي الطاقة الضوئية اللي اتخذت من الصم ودخلت جوه جسم النبات وطبعا حصل some chemical action فكما قلتني plant nutrients او اللي هو الفود بتاعه والفود بيبقى متخزن في chemical energy فهنا طبعا زي ما احنا عارفين بيحصل كده تغير للطاقة من light energy ل chemical energy اذا الفينومنا او الظاهرة بتاع اللي هي اللي هي اجتملت على تغير للطاقة من light chemical energy وده مثال على الانيرجي هنا هناخد عنوان الثالث اللي هو characteristics اللي هي خصائص او مميزات او بعض الخصائص المميزات للهايدروسفير والبايوسفير اللي هو الغلاف المائي والغلاف الحيوي اوكي هنا بيقول لي بايوسفير is any part هو اي جزء on earth على سطح الارض in which life اللي هي الحياة can exist تمام where it includes human animals and plants يبقى ده تعريف تاني او وصف تاني للبايوسفير فممكن مثلا يجب لي اللي هو definition او الوصف الادين بتاعه اللي هو البايوسفير it is the system that include all living organisms on the earth يبقى ده البايوسفير او it is any part on earth in which life can exist where it includes human animals and plants يبقى ده برضه تعريف للبايوسفير او اللي هو الغلاف الحياة النهاردة عندنا مصطلح جديد علينا خالص حاجة اسمها biome biome اللي هي اسمها منطقة حيوية بايوسفير بايوسفير منطقة حيوية ايه تعريفها اللي it's a large region of the world دي اللي هي بتبقى منطقة كبيرة من العالم طب المنطقة دي ما لها that has similar عم بتكون متشابهة في soil اللي هي climate المناخ plants اللي هو النباتات اللي هي الحيوانات يعني اللي هي wildlife الحياة وتحس لحد ما ان هي شبيهة اللفظ اللي هو بتاع الايكو سيستم اللي هو الانظمة البيئية تمام بحيث ان في اللي هي non living sense متمثلة في soil climate وفي living organisms اللي هي متمثلة في plants والانماء المهم نحوز لهم برضو biome ده عبارة عن ايه قال لي هناخد مثال عندنا حاجة اسمها desert biome هنا في الخريطة او المابل قدامي دي معلم لي او محدد لي كل ديزرتس الموجودة على planet earth او على اللي هو earth surface اللي هو سطح الارض وقال لي انت لو شفت اي صحرة هتلاقي في الغالب ان هما اللي هي الصحاري الجافة يعني بتاعهم بتبقى اللي هي sandy soil اللي هي تربة رملية يعني المكان ده بيبقى مليان بالرم climate اللي هو المناخ المناخ بيكون dry اللي هو دايما غالبا بيبقى جاف وشحيح في الامطار plants هنلاقي desert plants اللي هي الكاكتوس تمام وفيه الانيمولز زي الفانك فاكس لو تتذكروا اللي هو التعلى بالفانك والتعلى بالصحراء وفيه بعض والكاملز والحاجات اللي هي بتعيش في الديزرتس اللي هي الصحاري فأي صحراء عادة على الارد سيرفس هتلاقي فيه الاربع حاجات دول تمام بس طبعا هكنا اخدنا حاجة اسمها توندرا اللي هي لو تفتكروا في سنة ربعة اللي هي اه كانت صحراء جليدية يعني دي برضو بعض الاستثنائيات تمام بس احنا بنتكلم عن الحاجات اللي هي او الاكو سيستم زي البيونز اللي هي شبه بعضها في اجزاملز نانية عن البيونز زي الديزارتز والفورس اللي هي الغابات الريينفورست الغابات المطيرة جراسلاند الأراضي العشبية والويتلاند اللي هي الاراضي الرطبة كل دي امثلة على البيونز اللي هي بتعتبر جزء من البيو سفير او زي ايرس اللي هو الغلاف الحيوي للارض عندي الهايدرو سفير هناخد بعض القراغتريستيكس او اللي هي البراباتز او الخصائص بتاعته الهايدرو سفير كونتين اولز ووتر او زي ايرس صح اي ووتر في اي ستيت سواء كان ليكويد او صوليد او جازيوس كل اي ستيت لي الووتر هي تعتبر ضمن نطاق الهايدرو سفير طيب هنا المرة الفتح كنا قلنا اللي هو الثلاث تربع سطح الارض ومغطب المياه صح اللي هما كان في المية يعني انت لو جيت تشوف اللي هو الووتر اريا 70% واللاند اريا 30% وطبعا الووتر اريا دي بتنقسم بقى الحاجات هناخدها دلوقتي اللي هي الصوت ووتر والفراش ووتر ايه الفرق ما بينهم وموجودين فيه طب خلنا بانا من الارقام شوية انا دلوقتي لو قلت ان اللي هو المساحة بتاع سطح الارض كلها 100% فيه 70% منها اللي هو متمثل في الووتر و30% اللي هما 30% متمثل في اللاند تمام؟ دلوقتي انا ماجه اتكلم على الارقام الجديدة اللي هقولها ان شاء الله دلوقتي اللي هي خاصة بالووتر اللي هما 70% هقسم 70% دول لجزئين يعني شوية منهم فراش ووتر اللي هو ماء عز وشوية منهم صوت ووتر يعني التقسيمة اللي انا عملها دلوقتي هي تقسيمة خاصة بالووتر كونتنت عن ذا ايرث اللي هو محتوى المية على الارض انما المية في المية دي ممثلة في اللي هما كل مساحة سطح الارض اللي اشغال منها 70% مية و30% اللي هي اليابسة في اللاند فانا هقسم دلوقتي الووتر الووتر فقط مالش دعوة باللاند طيب انا مش فاهم هقول لك مثال ابسط لو انا مثلا منديك 100 جنيه تمام قلت لك المية جنيه ده فيه 70 جنيه منها هتشتري بها حاجات اللي هي الووترز ماشي وحاجات تانية هتشتري بها اللي هي فاكهة لحمة اي حاجة اللي هي صولد يعني اوكي وبعد كده انت قلت لي خلاص قد التلاتين مثلا بتوع اللحمهم هتبقى 70 جنيه قلت لي بقى 70 جنيه دول مش هجب بهم مثلا كلهم مية انا هجب مثلا شوية مية هجب مثلا بيبسي هجب منهم اي حاجة فانت تقسمت السبعين لنفسها هتقول جزء منهم للمية وجزء منهم للبيبسي وجزء منهم مثلا هجب بعض المنظفات اللي هي بتسائل صابون او اي حاجة فانت عمل تقسم في اللي هو السبعين عشان بس تبقوا متخيلين معي مع العلمه طبعا انه م therm соп zombie fighting المهمني بالم pequena الدول يقول لي saltwater يقم ب هنا ادي ا الدول من 70% حتى لو أرى الكل الفاتول السبعين ده هو لو خدمتهم يبقى فيه 97% من ما هو saltwater طب موجود في هين؟ طبعا موجود في الأوشنز والسيز والغالف غالف اللي هو الخليج تمام؟ طبعا كل دي حاجات ليه علاقة بالدراسات زي اللي هو التضاريس اللي احنا قلناها في أول إدهار وقلنا موجود كمان في صمق لايك طيب تعالوا ما نفهم يعني كلمة غالف يعني كلمة لايك أو نرجع للليك في لسنوان عشان بردو نربط الأمور ببعضها ولاد الغالف او اللي هو الخليج هو بيبقى مسطح مائي محاط بالماء من ثلاث جهات يعني ادي اللي هي جهة والتانية وادي اللي هي الثالثة وكذلك اللي هو خليج العقبة اللي قريب من أردن كذلك برضو بيبقى اللي هو موجود فيه طبعا دول بيفتحوا في الريد سي اللي هو البحر الأحمر تمام؟ يبقى ايزا ده اللي هو الخليج وده بيبقى موجود فيه اللي هو سولت ووتر بالنسبة للليكس قلنا نرجع لها مرة تانية قلنا اللي هي عادة بيكون موجودة فيها فريش ووتر بس قلنا بعض الأحيان بيكون فيها سولت ووتر وهنا فعلا اللي في المص بتاعنا هنا كده ان هنا سولت ووتر موجود في سولت ووتر انما الفريش ووتر هتبصت له انه موجود ايه؟ اللي هو معظم اللي هي البحيرة تمام؟ فالفريش ووتر بيمثل نسبة ضئيلة على سطح الأرض اللي هما سيب بيرسنت حتى في آخر ثلاثة موقن انه هو نسبته بتقل بسبب تغير المناخ والتلوث وغيره صحيح؟ يبقى تفورما باوت سريب بيرسنت أوف ووتر انزيرز يعني لو خدت المية سبعين في المية سبعين في المية دول النسبة الأكبر منهم اللي هما بيمثله اللي هو سولت ووتر ونسبة ضئيلة جدا منهم اللي هما ثلاثة في المية فقط من نسبة المية على الأرض بتمثل الفريش ووتر وانا كمان انه هي نسبتها عمالة بتقل مع الوقت لو تتذكروا اللي هو في ثلاثة موهن تمام؟ مراجعة مخيدة جدا مش هتضرنا بحاجة بيقول لي إذا فريش ووتر ريسورس از انزيرزز طيب لي اولاد قالنا ديوتو كلايميت تشينج اللي هو الماء المهدر نروح لبعض النوتس عندي بيقول لي ايه؟ موست يعني ايه؟ معظم معظم مين؟ معظم الفريش ووتر الماء العزب on the earth is not found in liquid or running water مش موجود في هيئة صورة سائلة او مال موجود الزي قال لي it's found in the form of frozen water على هيئة ماء مجمد as large pieces of ice known as glaciers اللي هي الأنهار الجليدية يبقى معظم الماء الفريش او العزب اللي هو صالح للشرب والحياة ده بيكون موجود علي اناهار جليدية تمام؟ مش موجود علي اتسائيلة او اللي هي مياه جارية فيه نوع اخر من المسطحات او الـ اللي هي الـ طبعا احنا عرفناها قبل كده ground water lies beneath or under the earth's surface طيب ازاي حصل عندي اللي هو مياه جوفية قال لي it has been leaked into earth leaked يعني تصرب المياه ده تصربت into earth through a layer of porous rocks يعني كلمة porous porous يعني مسامي وكلمة مسامي يعني فتحات اللي هي صخور مسامية يعني الصخور دي يكون فيها فتحات كده وتقدر المياه تتصرب منها وتنزل تحت سطح الأرض طيب الطبقة اللي فيها المياه دي اسمها aquifer اللي هي اسمها طبقة المياه الجوفية ماشي يبقى ازا دي اللي بتمثل اللي هي طبقة المياه الجوفية وانا قبل كده دي بتبقى للاسف احيانا لو يتم استهلاكها بشكل كبير مرة اخرى ويكون سبب في تشققات في اللي هي القشرة الارضية ولعزو بالله حدوس the earth quakes اللي هي الزلازل تمام طيب ground water supplies يعني بيغزي او بيزود بيزود نين wells wells معناها upper springs اللي هي نبيع المياه بالواتر اللي هي المياه وكالعادة تكرار لكلام قديم hydrosphere and biosphere interaction تدخلات ما بين hydro والبايو الغلاف الماء والغلاف الحياة قال ده اساسي برضو اساسي برضو اساسي برضو اساسي وووتر اللي احنا قلنا عليهم قبل كده اللي هي نباتات المائية عندي هنا مجموهة اساسي give reason what happened مهم جدا ان احنا نفهمهم ونتعود عليهم ونتعود على طريقة الاجابة بحيث ان احنا ان شاء الله ما نبقاش في معاناة في فهمهم وحفظهم والتعبير عنهم معلوعا اول سؤال بيقول لي importance of atmosphere for plants in making their food ليه ده احنا طبعا شوفناها من اللي هو interaction اللي ما بين الاتموسفير والبايو سفير وكانت الفكرة because plant take carbon dioxide gas from air during photosynthesis process اذا وجود الغاز ده في الاتموسفير مهم قوي عشان نبات يقدر يعمل photosynthesis ويطلع الاكسجين اللي بنتنفس نفسه كل الكائنات الحية زائد plant food نفسها واللي احنا بعد كده برضو نستهلك ده give reason number two more than fifty percent of non-living organized live in the aquatic environments اللي هو اكتر من خمسين في المية من الكائنات الحية المعروفة بيتعيش في البيئة المائية ليه because water covers about 70% of the earth's surface اذا هو واخد الارياة الاكبر فبناءا عليها هتعيش فيه كائنات اكتر سؤال جميل قوي 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 بيقول لي most of fresh water on the earth can't be used for drinking معظم الماء العزب على الماء على الارض ما يقدرش نستخدم لي شرب قال لي because most of fresh water on the earth are in the form of frozen water اللي هو كالحاجة اسمه glaciers اللي هي glaciers اللي هي النهار الجليدية فطبعا انت باش تروح تشرب تارج انت لازم تبقى موية عزبة ونضيفة ومفهاش اي حاجة تبقى خطرة على صحب الانسان بالمناسبة اولاد احيانا بيبقى فيه اختلافات بس فيه النطق بتاعي لبعض الكلمات مثلا اللي بتتنطق احيانا في بعض الواقع وحاجات بتنطق كده كلمة ممكن تتنطق اللي هو يعني حاجات كده بس احنا نحاول نخلي الانجليش بتاعنا ونبقاش بعيد قوي عن اللكنة اللي هي اللي اللي عميها او يعني نخلينا كده اللي هو معتدلين في النطق بتاعنا عشان باذن الله المعلومات نصل لاغطر اغلبكم باذن الله تعالى تمام بس انا ان شاء الله بنقول كل انطنا باذن الله سليم تمام هنا بيقول لي what happens when plant can't get carbon dioxide gas from air يبقى they will not be able to make their food by photosynthesis process مش يقدروا يعملوا الاكل بتاعهم بعملية البناء الضوئي so they may be die or they will die يعني هما ممكن يموتوا فسبب نقص الاكل وبرضو بقى الكائنات لو تفتكروا الفوديتشين والفوديتشين والفوديتشين سيحصل الله ستتضمر لان اغلب الكائنات دي هتموت هنا بيقول لي what happened when we compare لو احنا قررنا between the rainforest biome اللي هو المنطقة الحيوية بتاع الغابة المطيرة والdesert biome climate plants and animals are different in the two biome ستكون مختلفة طبعا في المنطقتين الحيويتين دول اكيد الحاجات دي هتبقى مختلفة ما بين the rainforest and desert لكن اي rainforest على the earth ستكون similar في الحاجات دي انت بتبقى different لو two biome اللي هما منطقتين حيويتين مختلفين لكن اي منطقة حيوية اسمها rainforest on the earth هتلاقي اللي هي climate and plants and animals متقربة او similar الى حد ما زي ما احنا خدنا في التعرفة وكده بفضل الله خلصنا اللي هو شرح الدرس الثالث الدرس برضه جميل جدا ومعلوماته سهلة يعني ممكن تتفهم وتتحفظ بإذن الله بسهولة شديدة اتمنى تكونوا استفدتم من الشرح وتمنى دعوة اصدقائكم شاركة في القناة والاستفادة من مختواها واخيرا كالعادة اسألكم دعاء الوالدي والجميع انتظروني الفيديو بتاع الدرس الرابع ان شاء الله الجاري تجيزه شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته